لأول مرة منذ عام 2003 تبدأ الحملات الانتخابية للقوى السياسية المشاركة بشكل مبكر من دون أن تعير مفوضية الانتخابات أية أهمية لذلك برغم ما شاب ذلك من تسقيط سياسي وتعرض مرشحين مؤثرين للاغتيال وفي الوقت الذي تسعى فيه حكومة مصطفى الكاظم لتأمين الانتخابات بخطة منتظمة إلا أن هناك من يتخوف مما سيحدث سيما أن الانتخابات المبكرة فتتت الكيانات الرئيسية في البلاد وجعلت بعضها في مواجهة البعض الآخر هذه المخاوف عكست بشكل تحذيرات للقوى السياسية من تصادم مسلح وعنف بين الفصائل المسلحة أو المسلحين يرافق الحملات والدعاية الانتخابية للأحزاب والمرشحين المشاركين في الانتخابات البرلمانية المقبلة الحكومة التي تعمل بالتنسيق مع القوى السياسية على معالجة هكذا حالات قد تحدث في الفترة المقبلة شكلت خلية خاصة لتأمين إجرائها كما أنها تحضر لعمليات واسعة تهدف إلى إبعاد تأثير الجماعات المسلحة عن الانتخابات ويعد سلاح المنفلت لدى الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران من أبرز التحديات التي تواجه إمكانية إجراء انتخابات نزيهة لسيما أن تلك الفصائل تتمتع بنفوذ وقوة تصعب مواجهتها وضبطها من قبل الحكومة وأنها ترتبط بجهات سياسية تستعد لخوض التنافس الانتخابي يشار إلى أن هناك مرشحين انسحبوا قبل أسبع من السباق الانتخابي لاعتقادهم أن أمنهم في خطر وأنهم محرومون من الوصول لمؤيدهم